بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام جعلنا الله وإياكم من زائريه وشيعته في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة لا يزال الكلام حول قول الإمام الصادق عليه السلام ولعن الله من جهل حقك واستقف بحرمتك وبينا في الحلقة الماضية إحدى هذه الحقوق لأبي الفضل العباس سلام الله عليه التي من جهلها كان مشمولا بهذا اللعن الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام من الحقوق الأخرى لأبي الفضل العباس الثابت له سلام الله عليه هي أنه أخل للإمام الحسني والحسين سلام الله عليه الله هذا الإنسان الذي يكون أخا لسيدة شباب أهل الجنة بالتأكيد هذا لا يكون إنسانا عاديا لا يكون إنسانا يقارن بغيره من الأشخاص الله سبحانه وتعالى لا يخلق الناس اعتباطا بدون سبب عندما يكون شخص أخا لسيدة شباب أهل الجنة ويكون عضدا لهما ويكون معينا لهما كما بينا هذا بالتأكيد هناك مزايا تحققت في هذا الشخص لم تتحقق في غيره من الأشخاص فإذا أن يكون أبو الفضل العباس سلام الله عليه هو أخا للحسنين عليهما السلام هذا بحد ذاته يمثل حقا له سلام الله عليه كذلك من حقوقه الثابت له أنه كان كافلا للحوراء زينب سلام الله عليه أمير المؤمنين عليه السلام قبيل شهادته جعل الكفالة هذه ثابتة لأبو الفضل العباس سلام الله عليه دون أخوته ودون أخوة الحوراء زينب ونحن نعلم بأنه تصرفات الإمام المعصوم كأمير المؤمنين سلام الله عليه لا تكونوا اعتباطا لا تكونوا جزافا لا تكونوا عن هوى وميل قلبي شخصي بل هناك أمر إلهي هناك يريد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يحقق ما يريده الله سبحانه وتعالى منه فإذن أن يكون العباس سلام الله عليه حاملا لهذه المهمة على عاتقيه وأن يكون متحملا لهذه الكفالة هي بحد ذاته تمثل وساما لأبو الفضل العباس سلام الله عليه ويمثل هذا الأمر حقا ثابتا له كذلك أن يكون العباس سلام الله عليه حاملا للواء الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء أيضا أضاف حقا إضافيا وحقا جديدا لأبو الفضل العباس سلام الله عليه سيد الشهداء كان يمثل دين الله سبحانه وتعالى وكان يمثل رسالات الأنبياء وكان وصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وكان امتدادا له وكان امتدادا لأمير المؤمنين ولأخيه الحسن سلام الله عليه هذا الامتداد الذي جسده الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء كان حامل رايته وحامل لوائه أبو الفضل العباس سلام الله عليه فلاحظوا مدى عظمة هذا الشخص بأن يكون حاملا لرسالات الأنبياء جميعا الإمام الحسين عليه السلام لم يكن حاملا لرسالة فردية ولرسالة مفردة كان حاملا لرسالات الأنبياء كلهم كان حاملا لرسالات الأوصياء كان حاملا لرسالات السماء فإذن الشخص الذي كان حاملا للواء هذه المعركة وحاملا للواء هذه النصرة كان أبو الفضل سلام الله عليه وكما كان العباس سلام الله عليه حاملا للواء الحسين في الدنيا سيكون أيضا حاملا للواء الحسين عليه السلام في الآخرة لاحظوا هناك رواية وردت عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يوم ندعو كل أناس بإمامهم أراد أن يستفسر من الإمام الصادق عليه السلام المقصود بهذه الآية المباركة فقال ندعو كل قرن من هذه الأمة بإمامهم قلت فيجيء رسول الله صلى الله عليه وآله في قرنه وعلي عليه السلام في قرنه والحسن عليه السلام في قرنه والحسين عليه السلام في قرنه وكل إمام في قرنه لاحظوا يعني كل إمام يأتي مع قومه الذين كانوا معه قال نعم الإمام الصادق عليه السلام فكما كان الحسين عليه السلام في الدنيا كان حامل لوائه أبو الفضل سلام الله عليه سيكون أيضا في يوم القيامة عندما يأتي الإمام الحسين عليه السلام ويخرج مع قومه في يوم القيامة سيكون حامل لواء الحسين عليه السلام سيكون أبو الفضل العباس السلام الله عليه فإذن هناك حقوق عدة لأبو الفضل العباس ومن هذه الحقوق ما ذكرناها قبل قليل وما ذكرناها وما ذكرناه في الحلقة الماضية فإذن هذه الحقوق الثابتة لأبو الفضل العباس لا يقبل الله سبحانه وتعالى عذر أي شخص يكون جاهلا بها في يوم القيامة هذه من الأمور كما أنت أيها المؤمن يجب عليك أن تكون عارفا بالله سبحانه وتعالى وعارفا بنبيه وعارفا بإمامك يجب عليك أيضا أن تكون عارفا بحقوقه بالفضل العباس لا يمكن لأي شخص أن يأتي في يوم القيامة ويقول يا إلهي أنا كنت جاهلا بهذه الحقوق كنت جاهلا بحق هذا الشخص وهذا الإنسان الذي كان في عالم الدنيا كان ناصرا للحسين عليه السلام وكان أخا للحسين عليه السلام الله سبحانه وتعالى سوف لا يقبل أي عذر في هذا المجال كذلك هناك لعن ورد في هذه الآية المباركة وفي هذه الفقرة ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك إذن كل شخص يكون مستخفا بحرمة العباس عليه السلام يكون من الأشخاص الذين يجبوا وتجبوا لعنتهم تجبوا لعنتهم على لسان أهل البيت وتجبوا لعنتهم على لسان الله عز وجل قد يسأل سائل بأنه ما المقصود بالحرمة الإمام الصادق عليه السلام قال ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك ما المقصود بالحرمة الحرمة في كتب اللغة تأتي بكل شيء لا يمكن أن ينتهك كل شيء واجب الاحترام وواجب الرعاية ويمتنع على الأشخاص أن ينتهكوا هذا الشيء يسمى بأنه حرمة فإذن كل شيء محطة احترام ومحطة رعاية ومحطة تقدير وإجلال لأبي الفضل عباس سلام الله عليه يكون الشخص مستخفا بها ومستخفا بهذا الشيء يكون من الأشخاص الملعونين على لسان الإمام الصادق عليه السلام لأبي الفضل عباس سلام الله عليه حرمات عدة بحيث أن كل شخص ينتهك أو يستخف يقلل من احترام هذه الحرمات يكون ملعونا من هذه الحرمات حرمة ماله هذا الشخص الذي يسلب أبي الفضل العباس سلام الله عليه كان سالبا له في يوم عاشوراء سلب درعه وسلب سيفه وسلب ملابسه هذا يكون مستخفا بحرمة العباس سلام الله عليه لو لا لم يكن أن هذا الشخص مستخف بحرمة العباس سلام الله عليه ولو لم يكن مستخفا بحرمة العباس لم يكن يجرع على أن يسلب ملابس العباس سلام الله عليه يسلب سلب العباس سلام الله عليه هذا يدل على أنه كان مستخفا بحرمة هذا الشخص الشخص الذي تعدى على عيالاته بالفضل العباس سلام الله عليهم تعدى عليهم بالضرب تعدى عليهم بالشتم تعدى عليهم بالأسر لم يحفظ حرمة العباس سلام الله عليه لم يكن مراعياً لحرمة العباس كان مستخفاً به وكذلك من يكون مستخفاً بحرمة شخصيته بعد القتل هذا الشخص الذي جاء ومثل به جسد العباس سلام الله عليه أو قطع رأسه المبارك أو أنه ارتكب ما لا يحل ارتكابه بجسد العباس سلام الله عليه قطع يده قطع رجله قطع عضاءه هذه كلها تعد من المصاديق للاستخفاف بالحرمة لاحظوا سأنقل لكم رواية واحدة في هذا المجال وأكتفي بها والشواهد على ذلك الأمر كثيرة لاحظوا هذه الرواية التي وردت عن القاسم ابن الأصبغ المجاشعي قال لما أتي بالرؤوس الشريفة إلى الكوفة إذا بفارس أحسن الناس وجهاً قد علق في لباب فرسه اللباب هي الكيس أو الشيء الذي يوضع على الفرس ويوضع فيه الأشياء الخرج بمعنى الخرج يأتي بمعنى الخرج أو الكيس الكبير قد علق في لباب فرسه رأس شاب جميل كأنه القمر ليلة تمامه في هذا الكيس وضع رأس شاب كأنه القمر ليلة تمامه مع أنه رأس مقطوع ولكنه لاحظوا شدة جمال هذا الرأس بحيث أنه مع هذا التراب ومع هذه الدماء ومع أنه مقطوع إلا أنه كان يظهر بهذا المظهر الجميل كأنه القمر ليلة تمامه والفرس يمرح يعني يضرب برجله أو يضطرب في مشيه فإذا طأطئ رأسه لحق الرأس بالأرض هذا الكيس الذي كان معلقا بعنق الفرس عندما كان هذا الفرس يضطرب ويتحرك ويمرح كان عندما يطأطئ رأسه كان هذا الكيس يضرب في الأرض وكان هذا الرأس في هذا الكيس هذا لاحظوا قلة الاحترام فقلت له رأس من هذا فقال رأس العباس بن علي عليه السلام قلت ومن أنت قال حرملة بن كاهل الأسدي لعنة الله عليه لاحظوا شدة الجرائم التي ارتكبها هذا الشخص الملعون كان سببا في قتل الإمام الحسين عليه السلام هو الذي رماه بهذا السهم المثلث وكان سببا في قتل عبد الله الرضيع وكان سببا في ضرب عين العباس وكان هو أيضا حاملا لرأس العباس بهذا الاستخفاف قال فلبثت أياما وإذا بحرمنا ووجهه أشد سوادا من القار من هذا القار من هذا السائل الأسود فقلت له لقد رأيتك يوم حملت الرأس وما في العرب أنظر وجها منك وما أرى اليوم لا أقبح ولا أسود وجها منك فبكى وقال والله منذ حملت الرأس وإلى اليوم ما تمر علي ليلة إلا وإثنان يأخذاني بضبعي يعني بكتفي ثم ينتهياني بي إلى نار تؤجج فيدفعاني فيها وأنا أنكس فصرت كما ترى كل يوم أرى في المنام كأن هناك شخصين يأتيان ويدفعاني إلى نار جهنم فلاحظوا هذه من إحدى مصاديقي الاستخفاف بحرمة العباب هذا فضلا عن الأشخاص الذين قتلوه وفضلا عن الأشخاص الذين حاربوه في يوم عاشرة هناك طائفة لعنت على لسان الأمام الصادق عليه السلام لأنها كانت مستخفة بحرمة العباس نسأل الله سبحانه وتعالى بحرمة العباس أن نكون عارفين بهذه الحرمة في هذه الدنيا وأن نكون من من ينال شفاعة العباس عليه السلام في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر